وفاة الأمير هندريك في الدنمارك الوداع الأخير للفرنسي الذي أصبح أميراً في الدنمارك دور ليس من السهل دائماً توليه كان يعني الكثير للبلد ربما يكون البيت الملكي الدنماركي قاسياً أحياناً لكن هذا لا ينطبق على هندريك كان يجلب الكثير من المرأة هل حصل على الاحترام الذي كان يستحقه؟ لا، ليست ما كان يعتقده ذاته أنه يستحق كان ينبغي أن يحصل على المزيد من الاحترام اليوم وقف الدنماركيون في طابوراً ليعبروا عن امتنانهم واهتمامهم للأسرة الملكية بحزن ماذا تكتب؟ وداعاً وشكراً الابنين فريدريك ويوكيم في طريقهما إلى والديهما في قصر فريدنسبورغ البارحة بعد وقت قصير نام الأمير هندريك نومه الأخير من حوله العائلة الآن يتذكرون رجلاً من رجالات العالم كان صديقاً مقرباً كان الأمير هندريك أكثر الدنماركيين فرنسية وأكثر الفرنسيين دنماركية كان شخصية فريدة كان كلاسيكياً لكن غير تقليدي كان يمنح الدنمارك لوناً تنظر بابتسامة لطيفة إلى الشعب بعد أن عادت وحيدة تنظي الملكة دون زوج لأول مرة بعدما يزيد عن خمسين عاماً شاب دبلوماسي سطر في منتصف استيتينياتي قصة دنماركية أخذ العرش الدنماركي بسرعة البرت إلا أنه كافح للفوز ببقية البلاد التقينا من خلال معارف مشتركين في البداية كان ينظر هو إلي أكثر مما أنظروا إلي ثم التقينا ثانية في حفل زفاف في سكوتلندا بعد سنة عندها صارت الفكرة جدية لدى كل منا في العاشر من يونيو عام 1967 وافق هندري ماري جان أندري دي لابور ديمون بيزات على ولية العهد مارغريتا فأصبح صاحب السمو الملكي الأمير هندريك كان من رجالات العالم قبل ذلك ترعى في هانوي في فيتنام وكاهور في فرنسا كان متعدد اللغات وعمل بالسلك الدملوماسي حافظت زوجان على نسل السلالة الملكية لكن لم تدم مرحلة العائلة ذات الأطفال طويلا بالنسبة لهما قبل أن يصابوا بالمصاب الجلل رحل الملك فريدريك التاسع تعيش صاحبة الجلالة الملك مارغريت الثانية استمر بلقب أمير والذي يأتي بعد لقب زوجته بدرجة واحدة كان عليه العودة إلى مزرعة النبيذي في فرنسا ليصبح رئيسا في المنزل بقي وفيا بجانب زوجته لكنه لم يكن يخفي امتعاضه من أنه لن يصبح ملكا عام 2002 منحت الملكة لزوجها لقب الأمير زوج الملكة بعد 43 سنة في خدمة القصر الملكي انسحب الأمير هنريك قبل سنتين حان وقت تخفي في ضغوط الحياة اسمحوا لي أن أقول بالدنماركية البسيطة أنه حال نفسه على التقاعد كان الأمير هنريك والملكة مارغريت متزوجين لإحدى وخمسين عاما وحصل على ولدين وثمانية أحباب كان الأمير هنريك الفرنسي الذي حظي بالأميرة إلا أنه عانى مع المملكة ترجمة نانسي قنع